إذا كانوا الوالدين مغاربة 100% كيعني أنهم مسلمين باردفو ولكن كين استثناءات حيث أنا من اللحل الزعينية كانوا والدية بدلوا الإسلام بالمسيحية وهذا كيعني أنهم غادي يكبروني على أساس مسيحي بحالهم وبالفعل كانوا كيحاولوا يكونوا مثال مزيان يقرؤوا معي الكتاب مقدس ويصلوا معايا ويطلبوا الله من جهتي المهم أن والدية كانوا ناس مزيانين معقولين بكل معايير ولكن وأنا كان كبر وكان فهم واللي تواعي بأنك كين شي اختلاف بين آش كنعيش في دارنا وآش كنشوف في المجتمع وفي الزنقة وهذا الاختلاف ما كانش عاجبني لأنه تفرض علي وخلا بزاف الأسئلة تكون عندي علاش مختلفين علاش مدينيش بحلقة عن الناس علاش صعبوها علي والليس مضطرة نقلب على أجوبة وحتى نكدب باش نجاوب على شي حواج اللي هي عادية بحال واش شريتوا العيد وريني كدير الحاولي ديالكم واش تعلمتي تصومي ولا ما زال وحيت هادو حواج ما كنديرهمش كان خاص ننلقى جواب وهنا بدات سكيزوفرينيا طفولتي ايه بالصح سكيزوفرينيا كنت في الدار مسيحية وبره مسلمة بغيت ولا كرت في المدراسة كيف ترضو أنني مسلمة بما أنني مغريبية وكان عقل على المعلمة اللي كانت عندي في القسم الثاني ابتدائي كانت كتعلمنا الصلاة والركع وحيت باش ما نحش أنني خارجة من الجماعة وباش هي ما تعرفش أنني ماشي بحالهم كنت كندير بحال دريري أخرين لير باش ما نتحرش حتى أنا كننوض وندير راسي كنصلي وخاما فهمه وواله المهم كنقلد أش كيديره صحابي ومن لي كنرجع للدار ونحاود لماما كتقول لي هاد شي جزء من القرية ديالك وخاصتك تقرأي وتكوني مشتهدة وخالي لك يعني أنك تحفظ القرآن المهم أنك تكوني مشتهدة تربية اللي خليت كمسيحية في الدار كتعني خاصة نكون مؤذبة وكان احترم الآخر ممنوع الكذوب ممنوع تخسر الهضراء الحواج الخيبة ما نديرهاش ولكن التربية ديالبرة سواء في الزنقة ولا مع الجيران ولا في المدراسة ولا في العائلة عادي تخسر الهضراء عادي تكذب باش تخرج راسك مشي موقف عادي تسمع نسمع صاحبتي كتعير صاحبتها وماما هانية عند الدنيا هانية بل بالعكس إلا ما كنش بحالهم ما غاديش يبغيوني ولا يخلوني نكون معاهم في الأول هاد شي كان كيبرزتني لإني حسيت أن في دارنا كينتزيار بزاف هاد المسيحية المعقدين والناس الخلي الدنيا هانية عنده مباخر ولكن من اللي كبرت واللي تكن فهم أن التربية ديالوالدية هي الصح واختلافنا هو مزيان ولا تعندي رغبة باش نخرج من ديكس كيزوفرينية مية منجوج وجوه وجهدي العائلتي الصغيرة وجهدي المجتمع ونكون أنا هي أنا ونقول لأخرين ونعرفهم أنني ماشي بحالهم مغربية مثلما ولكن راني مغربية ومسيحية وهد شي ما غاديش يبدل طبعا بعلاقتي بيهم للأسف رد الفعل اللي لقيته خيب خيب بزاف من جهة صحابي ولو كيهمشوني وكيرفضوني وما بغينش يلعبوا معايا بو بنسبة لدريلي هد شي كنت قادرة نفهمه طبعا لأنهم كانوا بقين صغار لكن اللي خلى أثر فيه هو تعامل المعلمين والآساتي دا معايا من اللي شافوا أنني ما قابلاش نصلي ما قابلاش بعض الأفكار الموجودة في الإسلام وبغين نقشها بكل حرية وحيث ثقف الحرية كان جد جد محدود والحواج اللي نقدر نقشها شبه ممنوعه فكان رد الفعل ديالهم هو أنهم يتجاهلوني وأحيانا كيجروا عليها تمن القسم ولأن هاد ورد الأفعال كانت قاسحة عليها وماش نحمي راسي كان ضروري نرجع لحال السكيزوفرينية أي جو 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 اللي كانعيشه في دارنا حاجة واللي كانعيشه في المجتمع حاجة أخرى اللي بغيت نقول لك من هاد القصة اللي عشتها أن هاد تعدد في الوجوه ما كانش اختياري ولكن تفرض عليها بداية طبعا من والدي اللي داره قرار مختلف على الناس الأخرين وطبعا هذا حقهم وتانية من المجتمع اللي كانعيش فيه واللي رافض يشوف أو يتعايش مع هاد النوع من الاختلاف اللي موجود اللي بغيت نخليه معاك اليوم يقدر يكون كل واحد فينا عنده سكيزوفرينية عنده ازدواجية في الوجوه فأش كيعيش في الخفاء وأش كيوري للناس بغيتك تأكد باللي بنادم كيختار هاد الازدواجية غير باش يحمي راسه حيث للأسف هامش الحرية وقبول الآخر بالاختلاف دياله شبه معدوم في بلادنا المغربة إلا بغينا الناس يكونوا واضحين اللي برا هو اللي الداخل بلا ماسكات بلا أي حاجة خصروا طات المغربية والمجتمع المغربي بالآخص يتفتح ويقبل الناس كلهم وخي يكونوا مختلفين حيث الاختلاف في الحق راه ماشي شي حاجة خيبة بالعكس راه شي حاجة مزيانة مثلا إلا بغينا نبنيه شي ضار ولكن قهاء المغربة صبا يا وش كل يغادي يبني وش كل يغادي يدوز البلومبياج وش كل يغادي يصوب الخشاب وش كل يدير الزليج وزيد وزيد يعني هالدر مع مرة ما غادي تبنى وهكذا المجتمع إلا كلنا حاجة وحدة ما غاديش نعرفه نعيشه حيث محتاجين لاختلاف محتاجين نكمله بعضياتنا وهذا الشعلاش خاص كل واحد فينا يركز غير في إيش يقدر يدير وكيفش يكون ميتان مزيان كمواطن وكإنسان صالح أنا مسيحية ومغربية حتى اللي موت اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة